نحن لا نريد أن نكون شرطة أداب شرطة أخلاق حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش فتشوا عن المنكر وغيره قال من رأى منكم من رأى يعني أنت شيخ معا أنه كل واحد عنده حرية شخصية اللي يحب يشرب فضار وعنده الحق يشرب دخلني فيها طيب يعني باش نختم هذا النقاش شيخ أنت كوزير في حكومة ما عندكش حرج في أنه تمرر قوانين ربما تتنافى مع الأفكار تاعك مع قناعاتك مع مبادئك بما أنك لست مسؤول مباشر كما تقول مسؤول مباشر عليها ولا أنت لقى من فكرة أنه التغيير يجي حبة حبة أولا ربي عفانا لما قال ولا تزيروا وزيرة وزرة أخرى ما كانش واحد يتحمل مسؤولية واحد والجزائرين يقولوها بالدرجة كل واحد لا يجد في قبره كل واحد يرقض في قبره اللي يبيع الخمر يرقض في قبره واللي يبيع ما زمزم يرقض في قبره اللي يصلي يرقض في قبره واللي يكفر بالله عز وجل يرقض في قبره